أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين مر معنا في الدرس الماضي أيها الإخوة في الآيات التي ذكرت قصة خلق آدم عليه السلام وما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه من أنه خلقه بيده وأسجد له ملائكته ثم أدخله جنته ونهاه أن يأكل من الشجرة التي حددها له ولكن زين له الشيطان فأزله فأكل هو وزوجه من هذه الشجرة فأنزله الله سبحانه وتعالى أخرجه من الجنة وأنزله إلى الأرض ثم كان من آدم عليه السلام أنه استغفر ربه هو زوجه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فالله سبحانه وتعالى قبل توبته وبيّن له أن الأرض مستقره ومستودعه إلى يوم القيامة هو وذريته في هذه الآيات التي معنا في هذه الليلة حديث عن بني إسرائيل وبن إسرائيل من ذرية آدم ولكنهم مثال صارخ لما يوجد في هذه الأرض من مخالفة لأحكام الله ونكران لنعمه واستهانة واستطاولة على أحكامه بني إسرائيل هؤلاء من أكثر الأمم التي ورد ذكرها في القرآن في أكثر من ستة عشرة سورة ذكرت أطراف من قصة قصص بني إسرائيل وفي هذه السورة المباركة التي معنا السورة الأولى من السور الطوال سورة البقرة ورد فيها ما يزيد على ثمانين آية تتعلق ببني إسرائيل وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على سوء هؤلاء الناس على سوء هذه الأمة ومخالفتها لأمر الله سبحانه وتعالى وارتكابهم لما يضاد حكم الله سبحانه وتعالى وما يعارض ما أنزله عليهم بواسطة رسله وأنبيائه إن بني إسرائيل تمادوا في غيهم وفي ضلالهم وأنكروا نعم الله سبحانه وتعالى عليهم وإنكاروا النعم معهود في الخلق جميعا لكن هذه الأمة تميزت بمزيد من الإنكار والكفران والجحود بل إنهم اعتدوا على أنبيائهم قتلوا عددا من الأنبياء قتلوا أنبيائهم فما بالك بالخلق الآخرين إذا تجرؤوا على الأنبياء فمن باب أولى أنهم سيتجرؤون على غيرهم قلنا إن هذه السورة ذكر فيها ما يزيد على ثمانين آية تتعلق ببني إسرائيل وهناك سور أخرى ذكرت فيها قصص بني إسرائيل منها سورة العمران وسورة الإسراء التي هي تسمى باسمهم أيضا وسورة الأعراف قبلها وسورة مريم وسورة طاها وسورة القصص وسورة السبأ وسورة صاد وسورة الصف والزخرف سور كثيرة فيها الكثير من قصص بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بنعم كثيرة كانوا أمة مستذلة مستضعفة تعلمون قصة فرعون وما كان يفعله معهم والنكاية التي نكأها فيهم والاستذلال الذي استذلهم به فبعث الله سبحانه وتعالى إليهم موسى عليه السلام بعثه ليستنقذ هذه الأمة وأنعم عليهم بنعم كثيرة منها بئثة موسى عليه السلام الذي استنقذهم من هذا ولكنهم سرعان ما يعودون إلى الكفر وإلى الضلال وإلى الغواية وإلى الجحود وإلى مخالفة أمر الله وإلى عبادة غير الله وإلى الكذب والافتراء على الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى في بداية هذه الآيات التي ذكرت في هذه الليلة يذكرهم بنعمه عليهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم كنتم أذلة فأعزكم الله سبحانه وتعالى برسالة موسى واستنقذكم من فرعود ولكنكم أيضاً وأنزل عليكم المن والسلوى أنقذكم من عدوكم ولكنهم سرعان ما يعودون وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم ما هو العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل متنوع منه قسم يشتركون فيه مع بغية الخلق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فهذا العهد أخذه الله على الخلق جميعاً ومنهم بني إسرائيل فالله يذكرهم بهذه العهود العهد هنا جنس يشمل كل العهود التي أخذها الله سبحانه وتعالى عليهم وكذلك العهد الذي أخذه عليهم بطاعته وشكر نعمه عندما أنعم عليهم ببئثة موسى واستنقاذهم من عدوهم وكذلك أيضاً العهد الذي يجب عليهم أن يرعوه باتباع شرع الله تبارك وتعالى وتحقيق وتطبيق ما جاء في رسالة موسى عليه السلام وفي رسالة عيسى جاءتهم هذه تبين لهم ماذا يجب عليهم أخذ العهد عليهم بماذا؟ أخذ العهد عليهم بطاعته سبحانه وتعالى والإيمان برسالة الرسول الذي يبعث محمد عليه الصلاة والسلام وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وهذا خطاب للأنبياء بني إسرائيل ولغيرهم من الأنبياء لكن الخطاب كما هي القاعدة الأصولية أن الخطاب للنبي خطاب لأمته الخطاب للنبي خطاب لأمته فكأنهم خطبوا به مباشرة فالله أخذ عليهم العهد بهذا لا يؤمنن بمحمد عليه الصلاة والسلام إن بعث وجاء في الحديث في صحيح البخاري أنه ما من نبي ابتعثه الله سبحانه وتعالى إلا وأخذ عليه العهد لإن بعث محمد عليه الصلاة والسلام لا يؤمنن به ولينصرنه وليتبعن ملة فهم يعلمون هذا ويتسلسل هذا في الأنبياء وبنوا إسرائيل خاصة جاء فيهم هذا العهد وكذلك عيسى عليه السلام عيسى ماذا يقول قال ومبشرا برسولي يأتي من بعدي اسمه أحمد هم يعلمون هذا يعلمون هذا وكذلك قوله تبارك وتعالى في آخر سورة الرعد قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب علم الكتاب هذا كما قيل هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه اليهودي الذي أسلم حبر العالم الكبير من علماء اليهود أسلم هو يعلم هذه القصة يعلم هذه الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهد بالإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام وكانوا يعلمون كانوا يعلمون مما في كتبهم أنه سيبعث نبي في آخر الزمان ودعوة إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك في أهل هذه البلدة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى عيسى عليه السلام بشر به وهذا تصديق لما جاء في القرآن فهذه الأمور كانت معلومة لهم ولكنهم كانوا ينكرونها جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة والعياذ بالله فالله سبحانه وتعالى يذكرهم ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إذا أردتم أن تستمر عليكم نعم الله وأن يحقق الله لكم موعوده بالقبول ودخول الجنة والنجاة من النار فأوفوا بعهد الله الذي أخذه عليكم الاستقامة على شريعته واتباع النبي الذي يخرج في آخر الزمان والذي يعلمونه من كتبهم أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون تقرية شديد هنا يهز الوجدان وإيايا فارهبون الرهبة يعني أنكم إن لم تفعلوا إن لم تتبعوا إن لم تؤمنوا إن لم تحققوا ما أمركم الله سبحانه وتعالى فارهبوا فارهبوا من عذابه يجب أن تعودوا إلى الحق رهبة من عذاب الله تبارك وتعالى وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم كما قلنا أن هذا بئثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت معلومة عندهم وتصدقها يصدقها ما في كتبهم فليست أمرا غريبا مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به الكافر الأصلي الذي ليس عنده علم من الكتاب والذي لم يسبق أن أرسل إليه رسول قد يُعذر قد يُعذر لأنه لم يصله هدى رب العالمين لكن هؤلاء الذين وصلهم ولا تكونوا أول كافر به فالمفترض أن تكونوا أول مؤمن به فكيف تكونون أول كافر به والعياذ بالله ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا لا تشتروا بآياته ثمنا قليلا تبدلوا شرع الله طلبا لمناصب الدنيا طلبا للرياسة طلبا لشفاء ما في نفوسهم من الغل والغيظ والحقت وتحريف كتاب الله حرفوا هذا الدين حرفوا دين الله الذي أنزله عليهم تحريفا كبيرا وقتلوا أنبياءهم بل إن ما أدخلوه من التحريفات في هذا الدين شيء عظيم لا يقبله شرع ولا عقل ولا يلتأم مع شرع الله سبحانه وتعالى نعلم أن الله سبحانه وتعالى حرص على حقن الدماء وإحياء الأنفس من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فهم أدخلوا في كتبهم من الضلالات والأمور التي لا تلتأم مع شرع الله تبارك وتعالى أن قتل غير اليهود مما يأمر به دينهم قتل النساء والكبار والأطفال حتى والأطفال فما يجري الآن منهم في غزة وفي كثير من الأماكن الآن القتل الأطفال بالآلاف هذه ليست أمورا حصلت اتفاقا وليست من باب الأمور العشوائية بل هي أمور مقصودة لأنهم كما يقولون يأمرهم بها دينهم أي دين هذا أي دين هذا الذي يأمر بهذه الجرائم الفضيعة أنهم يقتلون كل من عداهم كل من ليس منهم ثم بعد ذلك تحريفهم هذا لا يقف عند حد وكذبهم وافتراؤهم حتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حرفوا وبدلوا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام برجل وامرأة قد زنى زنى فجاءوا بهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام يؤملون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم فيهما بحكم يسير قالوا إن حكم بحكم يسير قبلنا وإن حكم بحكم كبير رفضنا فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يحكم بينهما ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تجدون في كتابكم ما تجدون في كتابكم قالوا تسخم وجوهما ويخزيان يعني تسخم وجوهما تطلع باللون الأسود ويخزيان يركبان على دابه بالمقلوب فكان عند النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الجليل عبد الله بن سلام الذي ذكرناه آنفا هذا حبر من أكبر علماء اليهود أسلم أراد الله له الإسلام فقال كذبتم إن فيها الرجم في التوراة وهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى قال فطلب النبي عليه الصلاة منهم أن يحضروا التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين فجاءوا بالتوراة وقرأ القارئ ووضع يده على آية الرجم حتى لا تتبين فأمره عبد الله بن سلام أن يرفع يده عنها فإذا فيها الرجم فرجمهما النبي عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى خير نبيه عليه الصلاة والسلام قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم لست مكلفا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إذا أردت أن تحكم بينهم لابد أن تحكم بحكم الله سبحانه وتعالى وأن تعدل بينهم هذا عبد الله بن سلام لا بأس أن نشير إلى طرف من قصة إسلامه هداه الله وفتح قلبه للإسلام فأسلم ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل اليهود عنه فوضعه وراء ستاره خلفه ثم أرسل إلى كبارهم وزعمائهم وقال ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم قالوا خيرنا وابن خيرنا لا يحتاج سؤال هذا فرفع الستار وقال فأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله قالوا شرنا وابن شرنا في المقام نفسه هذا في المقام هؤلاء المتلونون الذين لا يثق بهم هل يستغرب منهم الآن ما يحصل مع الخلق وهم قد نكثوا عهد الله سبحانه وتعالى وجحدوا نعمه فهؤلاء الله سبحانه وتعالى قالوا آمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا وهذا فيه أيضا وعيد وتهديد وتشنيع على كل من يشتري بآيات الله سبحانه وتعالى حتى ولو من المسلمين من يبيع دينه بدنياه من يبيع دينه ويشتري هذه الدنيا الفانية إما يفتي بغير الحق أو يجامل أو يداهن أو يكتم هذه أيضا كما هي في حق اليهود ينبغي أيضا أن تلحظ في حق المسلمين قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتقتموا الحق وأنتم تعلمون كما ذكرنا في قضية كتمان الحق في مسألة كتمان آية الرجم وغيرها وكتمان بئثة محمد عليه الصلاة والسلام ونبوته وهم يعلمون هذا من كتبهم وكتمان الحق هذا جرم عظيم ولذلك الله سبحانه وتعالى في باب الشهادة في آخر الآيات من سورة البقرة قال ولا تقتموا الشهادة ولا تقتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه حتى ولو كان من المسلمين ليس هذا تهديدا ووعيدا وتشنيعا على بني إسرائيل فحسب بل حتى من المسلمين كتمان الحق هذا لا يجوز وأقيموا قال وأنتم تعلمون لأن الإنسان إذا يعني أخفى شيئا وهو لا يعلمه قد يعذر لكن إذا كان يعلم إذا كتم الحق وهو يعلم فهو يبوء بإثمه قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا من الراكعين يعني مع المسلمين مع أتباع محمد عليه الصلاة والسلام أنتم أولى أنتم أولى بأن تتبعوا لأن عندكم في كتابكم وفي دينكم ما يدل على صدق هذا الأمر وعلى أن هذا الرسول من عند الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أركعوا مع الراكعين فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أهم من أعظم شعائر الإسلام والزكاة والصلاة دائما في كتاب الله تذكر مقترنة ولهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما أراد أن يحارب مانعي الزكاة عزم على حربهم قال له عمر رضي الله تعالى عنه كيف تحاربهم كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله هذا باب النصيحة والمذاكرة قال والله لأفرقن بين من لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإنها قرنتها في كتاب الله دائما أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذه حق الله في العبادة وهذه حقه على عبادة هذه حق الفقير الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثل المسلمين إذا دخلتم في هذا الباب أصبحتم من المسلمين لكم ما لهم وعليكم ما عليهم ولكم ما لهم وبهذا تكونون قد أثبتتم الحق وأنصفتم من أنفسكم واتبعتم الهدى الذي أمر الله به عبادة قال واركعوا مع الراكعين هذا تأكيد لموضوع الصلاة بعض العلماء استنبط من قوله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين معنا جميلا ما هو هذا المعنى قال وجوب صلاة الجماعة اركعوا اركعوا هذا يعني صيغة جماعة اركعوا لكن هذا الخطاب الجماعي يعني يتوجه إلى كل فرد بخصوصه لكن يوم يقول مع الراكعين يعني قالوا إن صلاة الجماعة هذا دليل على وجوب أداء الصلاة جماعة ثم الله سبحانه وتعالى قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون تنصحون الناس وتدعونهم إلى الهدى وأنتم أول من يخالف هذا في عندنا ركنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالأمر بالمعروف أتأمرون الأمر بالبر من الأمر بالمعروف ولكن الجانب الآخر الجانب الآخر هو النهي عن المنكر النهي عن المنكر في شخصه في أشخاص هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه قد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث الإسراء والمعراج أنه رأى في النار ليلة أسري به أناسا تندلق أكتابهم في جهنم أكتابهم أمعاؤهم في بطونهم قال فيدورون بها كما يدور الحمار في الرحى في جهنم فسأل جبريل لماذا هؤلاء ما الذي أوجب لهم ذلك قال هؤلاء يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون على المنكر ويأتونه فالله سبحانه وتعالى يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم مفروض أن الذي يأمر بالمعروف أنه يكون أولى الناس باتباعه ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا أراد أن يأمر الناس بشيء إذا أراد أن يأمر الناس بشيء فيه مصرح للمسلمين بدأ بأهل بيته بدأ بأهل بيته حتى لا يستغرب الناس وحتى يقبلوا على الأمر بطمأنين قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب يعني أنتم لستم جهلا عندكم ما يدلكم على هذا أفلا تعقلون يعني هذا لا يفعله من كان عنده عقل لا يفعله من كان عنده عقل أنه يرى الذليل ويرى الحق ثم يحيد عنه أين عقله؟ ما أفاده عقله شيئاً قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة ألا على الخاشر خطاب لهم أن يدخلوا مع المسلمين وأن يلتزموا بهذه الصلاة لأن هذه الصلاة فيها مصالح عظيمة وهي أيضاً هذه الآية خطاب للمسلمين من أمة محمد عليه الصلاة والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشرين استعين بماذا؟ الصبر قيل هو الصوم والصبر هو في الأصل حبس النفس على ما تكره فهو كما يشمل الصوم أيضاً لأن الصوم يعني هو شهر الصبر شهر رمضان هو شهر الصبر الإنسان يحبس نفسه على مفارقة هذه الأمور التي أباحها الله سبحانه له في غير الصيام لكن يحبس نفسه عنها يقوي صبره ويقينه فالصبر كله أمر مطلوب استعينوا بالصبر والصلاة من أعظم ما يعين الإنسان على أموره الصلاة ولذلك كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة رواها عنه أصحاب السنن والمسانيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر يعني إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة قام إلى الصلاة يصلي الصلاة يعني فيها راحة للنفس فيها نور للقلب يدله الله سبحانه وتعالى على ما هو الخير استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة على كل أموركم ما قال على الأمر الفلاني أو الألاني لا استعينوا في كل أموركم بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الضمير هنا يعود إلى ماذا وإنها يعود على الصلاة استعينوا بالصبر والصلاة قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين سبحان الله كيف تكون الصلاة كبيرة الصلاة كم تستغرق من وقت الإنسان الصلاة التي أوجبها الله على عبده المؤمن الصلوات الخمس كم تستغرق من وقته لا تستغرق شيئا كثيرا لكن الله سبحانه وتعالى وصفها بالوصف الذي يوقظ القلوب ويوجه الاهتمام إلى أهمية الصلاة لماذا كانت كبيرة وإنها لكبيرة لكبيرة إلا على الخاشعين لأن الشيطان يجلب بخيله ورجله ووسوسته وكل ما يستطيع ليصرف الناس عن هذه الصلاة فإذا ما دخلوا فيها حاول أن يفسدها عليهم لأنه كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا دخل في صلاته يعني قبل أن يدخل في الصلاة يأتي إليه الشيطان فيوسوس له لأنه ما زال الوقت ويؤخره ويخذله حتى يتأخر عن الدخول في الصلاة فإذا ما عزم ودخل في الصلاة جاءه بنوع آخر من الوسوسة ليفسد عليه الصلاة ويقول أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا أمور كثيرة لا تكون يعني قد تكون غائبة عن ذهنه أو مستعصية عليه في تذكرها فيذكره بها في الصلاة حتى ينشغل بها ولذلك مما يروى مما يروى في كتب التراجم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله جاءه رجل وقال يا إمام إني خرجت للحج ودفنت مالي تحت شجرة وذهبت للحج وقضيت نسكي فلما عدت نسيت الشجرة نسيت الشجرة التي دفنت تحتها مالي وكأن العالم عنده مفاتيح خزائن الأرض ويعلم الغيب لكن ماذا قال له قال له صلي لله قم صلي لله ركعتين فلعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك ويعينك ما إن دخل الرجل قام الرجل يصلي كما تقول الرواية فما إن دخل في الصلاة وكبر حتى جاءه الشيطان وقال له الشجرة هي الشجرة الفلانية في المكان الفلاني فقطع الصلاة خرج من الصلاة مسرعا ليأخذ ماله وجاء بعد ذلك إلى الإمام أبي حنيفة وقال له جزاك الله خيران دللتني على خير عندما قمت ذهبت وأردت أن أصلي تذكرت فتركت قال والله لقد علمت أن أبا مرة وهذا كنية الشيطان لن يدعك حتى تتم صلاتك فالشيطان يجلب بخيله ورجله على الإنسان في صلاته حتى يفسدها عليه ولذلك نتذبر ونتذكر أهمية هذا الوصف وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إنسان الخاشع المتقي المحب للصلاة يشعر أنها سلوته وأنها راحته لكن هذا الإنسان المسلم العادي يشعر بأنها ثقيلة متى يؤدي هذه الركعات ويخرج منها مسرعا لعمله أو لمصلحته أو لراحته فلذلك الله سبحانه وتعالى وصفها بهذا الوصف لنتذكر أن ثقلها وكبر شأنها ليس فيما تقتضيه من وقت ولا فيما يبذله الإنسان من جهد وإنما في هذه المجاهدة والمكابدة التي تكون مع الشيطان فعلى الإنسان عن المسلم أن يستعد لهذه المكابدة وهذه المجاهدة قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين هؤلاء الخاشعون يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون منذ أن يدخل في الصلاة ينسى نفسه ينسى نفسه لا يشعر ولا يحس إلا بما يقرأ في هذه الآيات إلا بما يتأمله في هذه الأذكار ولذلك حق على كل إنسان مسلم أن يدرب نفسه على هذا الأمر أن يدرب نفسه على الخشوع أن يدرب نفسه على التأمل أن يدرب نفسه على محاكاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجعل الصلاة همه الأول همه الأول في حياته إتقان هذه الصلاة وإتقان الصلاة يعني يبتدئ من بداية الموضوع من الطحارة ثم بعد ذلك المشي إلى مكان الصلاة في المسجد أو في غيره ثم بعد ذلك التكبير والقراءة والخشوع واستحضار المعاني استحضار معاني الآيات التي تقرأ عندما يبتدئ ويقرأ الحمد لله رب العالمين ما معنى الحمد لا بد أن يتذكر هذا الكلام أنه عندما يذكر هذه الآية يذكر هذه الكلمة أنه يثني على الله والثناء على الله هو مجلبة الخير مفاتيح الرزق مفاتيح القبول بالثناء على الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تمجيد الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخره من ذلك فالله يعد من يقول هذا قال قسمت الصلاة إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين كما جاء في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبده نصفين ولعبده ما سأل يعني فأولها ثناء وآخرها دعاء دعاء التأمل يروي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام قام النبي عليه الصلاة يصلي فصلى معه يدرك فضل الصلاة مع النبي عليه الصلاة في الليل صلاة تهجد قال فافتتح بالبقرة النبي عليه الصلاة قال فقلت يركع عند المئة يعني عند الآية مئة يركع قال فانتهى ثم استفتح بالنساء ثم استفتح بآل عمران قال حتى هممت بأمر سوء تعب ما هو هذا الأمر الذي هم به أن ينصرف من الصلاة لا قال هممت أنا أجلس من التعب يعني لكن السؤال الكلام ليس في هذا الكلام أيضا يقول فكان إذا مر بآية سؤال سأل يعني إذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله سبحانه إذا مر بآية رحمة سأل الله سبحانه وتعالى رحمته وفضله وإذا مر بآية عذاب استعاد ذهنه مع هذه القراءة ما فائدة هذه القراءة التي تكون هذًا كهذ الشهر لا يتدبر الإنسان فيها ولا يقيم الأحكام أحكام القراءة ولا يتدبر المعاني هذه صلاة ليس لها أثر على الإنسان صلاة الحقيقية كما أنها تهذب نفس الإنسان وتنمي روحه وتقوي إيمانه وتقوي صلته بالله تبارك وتعالى وتعينه على أموره هي أيضًا تنهاه في دنيا تقيم سلوكه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أي صلاة هذه أي صلاة هذه الصلاة الحقيقية الصلاة الحقيقية التي يتأمل الإنسان في كل شيء فيها لا ينسى نفسه يرى أنه هنا قادم لهذا الأمر يتبع حركات تكبيرات الإمام يتابع الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به في سجوده في رقوعه في دعائه في ذكره يتأمل في كل شيء من هذا في التشاهد مثلا الإنسان إذا قال التحيات التحيات لله والصلاوات والطيبات المباركات لله ما معنى هذه هذه تحية لمن تحية لمن هذه تحية لله تبارك وتعالى كما أنك تسلم بعد ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وتسلم على المؤمنين تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ويكتب لك من الأجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلتموها فقد سلمتم على كل عبد صالح نعم لكن هذه التي قبلها التحيات لله والصلاوات والطيبات والمباركات لله لابد أن تتذكر بمن تخاطب هذا أنت أنت تخاطب من بهذه العبارة تخاطب الله فتستقر خشيته في نفسك وتخضى وتذل لأنك هنا تحيي ربك سبحانه وتعالى ما تقول السلام عليك أيها الله لا لأن الله هو السلام لكن هذه هي التحية التي يخاطب بها العبد ربه تبارك وتعالى فإذا استحضر الإنسان هذا المعنى استتبع ذلك ما يأتي بعده من السلام على النبي من هو هذا النبي هذا الذي هدان الله سبحانه وتعالى به أنقذنا به من الضلالة هدان به من العمى جعله الطريق الموصل إلى الجنة هذا يعني تتذكر هذا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قوة قوة الإيمان والرابط التي يجب أن تبقى وتقدس ثم بعد ذلك الصلاة الإبراهيمية وكذلك ختام الصلاة بالدعاء والسؤال يعني هذه الأمور لا بد أن يجعل لها الإنسان المسلم من حياته نصيبا قد لا يصل إلى الأمر المقصود وإلى الشيء المطلوب من البداية لكن التدريب والمحاولة وجاهدوا في الله حق جهاده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المرسل المجاهدة هذه توصل إلى نهاية الآن أي عمل تعمله في حياتك الدنيا هذه مرة الأولى لن يكون متقنا قد تخطئ فيه قد تقصر قد تنسى لكن بالمحاولة والتكرار تضبطه ويستقيم لك كذلك هذه أمور الصلاة أمور الدعاء أمور الخشوع أمور العلاقة بالله سبحانه وتعالى وأنت تذكر أنك تخاطب الله وأنت تذكر في الصلاة أنك واقف بين يدي الله والله سبحانه وتعالى مطلع الرقيب عليك وأنت تذكر أن الله سبحانه وتعالى ينعم على هؤلاء المصلين بالقبول وأنهم تدعو لهم ملائكة الرحمن الملائكة تدعو لهم وتشهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ملائكة بالليل وينصرفون في صرات الفجر وتأتي ملائكة النهار فهؤلاء يودعون وهؤلاء يستقبلون وهؤلاء يشهدون عند ربهم يقولون خرجنا جئنا إليهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون شهادة هذه الإنسان كيف يفرط في هذه الأمور هذا هو الأمر الأساس الذي خلق الإنسان من أجله عبادة الله وطاعته والاستقام على أمره أما أمور الحياة الأخرى فهي تبع والرزق مقسوم والأجل محتوم ولن يفوت على الإنسان المسلم ولا على مخلوق حتى من غير المسلمين أو حتى من غير البشر والعقلاء لن يفوت عليه شيء من رزقه ولا من أجله لكل أجل كتاب ما في شيء يفوت لكن هذه العبادات هذه الطاعة هذه القرب هذا القشوع هو الذي يفوت فلابد أن تحرص على استدراكه ماذا يعني يمكن أن نستفيد من جملة هذه الآيات نستفيد من جملتها وضع هذه الطائفة التي هم من خلق الله هؤلاء اليهود الذين حرفوا دين الله وأنكروا نعمه نعم كثيرة أنعم بها عليهم وسيأتي معنا أن الله يذكرهم مرة أخرى بنعمه التي أنعم بها عليهم لكنهم لا يستفيدون من ذلك شيء وهم يعلمون الحق يكتمون الحق وهم يعلمونه الموضوع الثاني هو قضية أن الإنسان يأمر بشيء ولا يأتيه هذا كما يقولون يضعف موقفه أمام الناس يضعف موقفه أمام الناس يعني إذا رأاه الناس يقول شيئا ويفعل خلافه كيف يتقبلون منه ذلك والله سبحانه وتعالى يعني عنف في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا خاطب المؤمنين لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فالذي يريد أن يأمر بشيء أو يدل على هدى لا بد أن يحرص على التزام لماذا لأن في هذا براءة لذمته ودليلا على استقامته على ما أمره الله سبحانه وتعالى وقبوله لشرع الله وأحكامه والأمر الثاني أن هذا أوقع في نفوس المستقبلين الناس الذين يستمعون إليه أن هذا يدعوهم إلى الامتثال ويدعوهم إلى العمل ولهذا الشاعر يقول يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم ها هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضناء ها كيما يصح به وأنت سقيم ها يعني فالإنسان عليه أن يهتم بنفسه أولا خصوصا فيما يدعو الناس إليه فيما وهذا كما يكون في حق العلماء لأن العلماء هم صابيح الأمة يجب عليهم أن يحرصوا أن يكونوا هم القدوات للناس فالاستقام على أمر الله والتزام بأحكامه كذلك كل إنسان مسلم عليه كفل من هذا لأن الإنسان في عمله في حيه في مجتمعه في بيته في بيته مع أسرته مع أولاده الآن العادات السيئة كثير من العادات السيئة مثلا التي توجد عند الناس مبعثها من البيوت لكن هذه العادات لم تولد مع الأطفال من بطون أمهاتهم الله سبحانه وتعالى أخرج هؤلاء المواليد على الفطرة السوية أخرجهم على الفطرة السوية لكن هذه البيئة الأولى بيئة البيت هي التي تغرس فيهم الهداية أو تدعوهم إلى الغواية والعياذ بالله خذوا مثلا يسيرا عادة التدخين مثلا عادة التدخين ما يأتي إنسان ويقول ما هو الدليل على تحريم التدخين دعونا من هذا الكلام الآن الذي سمج الآن أن نقول هذا الدخان ما الدليل على تحريمه الدليل على تحريمه الواقع والدليل على تحريمه الأمر المشاهد والدليل على تحريمه أقوال المختصين العلماء الأطباء أهل العلوم الطبيعية هؤلاء الذين أثبتوا هذه الصور التي الآن تظهر لما بصدر المدخن والرئاتيه وليعني فمه ولما فيه من الأمراض يعني عشرات الأمراض يسببها التدخين ليس السرطان فقط سرطان الحنجرة أو سرطان الرئاء أو سرطان الفم بل فيه أمراض كثيرة جدا عدا عن الأموال التي تتلف فيه هباء منثورة عدا عن إحراق الثياب عدا عن الرائحة الكريهة التي تكون في الفم يعني أشياء كثيرة لكن نقول إن الأب قد يكون مدخن ومع ذلك يطلب من الإبن أن يحضر له يعني علبة السجائر هذه أو أن يضع له هذا الصينية هذه التي ينفض فيها وينهاها لا تدخن لو رآه يدخن ضربه طيب كيف تنهاه وأنت تفعل كيف تريد منه أن يكون مبتعدا عن هذه العادة السيئة وأنت تفعلها أنت تفعلها كذلك موضوع الصلاة هذا لمن هداه الله لمن يعني كانت الصلاة لا تزال في قلبه أنه يقول لماذا لا تخرج للصلاة مبكرا وهو لا يخرج هو لا يخرج يفوت بعض الصلوات لا يصليها في المسجد أو قد يجمعها قد يصليها متأخرا هذا إن كان يصني بعض الناس هدان الله وأيام يصليها في البيت والمسجد بجواره كيف يكون هذا الإبن الذي ينشأ الآن ويكتسب هذه العادات السلوكية ويتشربها كما تتشرب الشجرة جذور الشجرة الماء هذا من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها فما بالك بالعادات السيئة الأخرى كشف العورات عدم المبالاة بالحرومات هذه كلها يجب أن يحرص الإنسان المسلم على أن يكون فيها قدوة وأن لا ينظر إليها بمنظار الناس فحسب أن ينظر إليها أن الله سبحانه وتعالى مطلع رقيب عليه حتى عندما يخلو بنفسه يقول الشاعر وإذا دعتك النفس يعني إذا دعتك لفاحشة وأنت يعني ترى أنك في الظلام فقل لها قل لنفسك إن الذي خلق الظلام يراني الذي خلق الظلام هذا الذي تستثر به هو الذي خلقه يراك فعلى هذا ينبغي أن يتجمل الإنسان المسلم بالالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى والالتزام بهذه الأخلاق الكريمة وأن لا يكون مع هؤلاء الذين ضلوا وكفروا وأنكروا نعم الله سبحانه وتعالى عليهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مني يستمعوا القول ويتبعوا أحسن وأن يهدينا سواء السبيل ونتوقف الآن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين وأن ينصر إخوانا المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين على هؤلاء الظلمة المفسدين على اليهود هؤلاء وأن يخرجهم من هذه البلجة الطيبة أذلة صاغرين وأن يمكن المسلمين في ديارهم ووطانهم أنه على كل شيء قدير عندنا الآن عدد من ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر